الذي يحمل عنوان متحدون من أجل الأمن الغذائي العالمي يحضره وزراء الخارجية والزراعة والتنمية في العديد من الدول المانحة والمتضررة من الأزمة الغذائية العالمية ومن بينها دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ويناقش المجتمعون كيفية معالجة عدام الأمن الغذائي الناجم عن غزو روسيا لأوكرانيا إضافة إلى النزاعات وتغير المناخ وجائحة كورونا وتحديات سلسلة التوريد وإيجاد حلول لها الحقيقة هي أن القوات الروسية هاجمت ودمرت صوامع الحبوب وتهاجم المزارعين في أوكرانيا إنهم يحولون حقول القمح الأوكرانية وقطع الأراضي الصالحة للزراعة إلى أراضي غير صالحة للاستعمال كانت هناك محاولة لملاحقة السفن الأوكرانية التي كانت تحمل الحبوب في البحر وبالطبع هناك حصار مستمر مع السفن العالقة الآن في الموانئ التي تحتوي على ما بين 20 و25 مليون طن من الحبوب التي تستخدمها البلدان في جميع أنحاء العالم اجتماع برلين سيبني على الاجتماع الوزاري الذي عقده وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في نيويورك في الثامن عشر من مايو الماضي للبحث في أزمة الأمن الغذائي العالمي وسيناقش أيضا كيفية تصدير الحبوب من أوكرانيا وإيصال المساعدات إلى الدول المحتاجة وزيادة إنتاج الأسمدة وفعاليتها والاستثمار في المرونة والقدرة على الصمود في المجال الزراعي لمواجهة التغير المناخي قدمنا أكثر من مليارين وخمسمائة مليون دولار في مجال الأمن الغذائي والمساعدات الإنسانية الأخرى بالإضافة إلى ذلك وقع الرئيس بايدن الشهر الماضي على الطلب التكملي الطارئ الذي يقدم أكثر من خمسة مليارات وخمسمائة مليون دولار كمساعدات إضافية للأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم ونعمل مع دول أخرى للتخفيف من النقص العالمي في الأسمدة ويتوقع المسؤولون الأمريكيون أن تأخذ المعالجات بعض الوقت وأن تمتد أزمة الغذاء العالمية إلى حوالي ثلاث سنوات تنفي الخارجية الأمريكية الادعاءات الروسية بأن العقوبات عليها ساهمت في تأجيج الأزمة الغذائية في العالم ويؤكد مسؤولون أمريكيون أن العقوبات لا تشمل منتجات الزراعية والأسمدة الروسية ويعزون أحد أسباب الأزمة للغذو الروسي لأوكرانيا وامتناع موسكو عن تصدير منتجاتها الزراعية إلا للدول الصديقة ميشيل غندور الحرة وزارة الخارجية الأمريكية واشنطر موسيقى